مرحبا بكم مرة أخرى في محاضرات التغذية والصحة العامة الجزء الثاني نتحدث عن الصحة العامة What is Public Health So Public Health هل تعرف ما هو تعريف الصحة العامة؟ ليست الصحة اللي أخذناها لا تعريف الصحة العامة The definition of Public Health Public Health is defined as the science and art of preventing disease, prolonging life, promoting health, and efficiencies to organize community efforts الصحة العامة تعرف على أنها العلم والفن في الوقاية من الأمراض وإطالة الحياة تعزيز الصحة والكفاءة من خلال organized community efforts لجهود المجتمعية المنظمة هذا هو تعريف الصحة العامة من قبل الWHO في تعريف ثاني It is concerned with the health of the whole population and the prevention of diseases from which it suffers وهو يعني بحياة المجتمع بالكامل المجتمع بالكامل أو السكان بالكامل and the prevention of disease from which it suffers والوقاية من الأمراض التي ممكن أن المجتمع كافة يعاني منها Associated Disciplines هنا number one ممكن إيش إحنا نشبك الصحة العامة مع علوم أخرى شو تفرعات الصحة العامة وشو متخصص الصحة العامة ممكن أن يتجه Preventive Medicine أو Preventive Health زي تخصصي مثلا The application of preventive measures by clinical practitioners هو تطبيق الخطوات الوقائية أو الصحة الوقائية أو الشروط الوقائية مع التشخيص أو clinical practitioners لهم الأطباء Community Medicine Community Medicine الذي هو من الطب المجتمعي The study of health and disease in the population of a defined community Community Medicine هنا ممكن أن نخصص فيها لماذا؟ لأنه ممكن هي تكون الدراسة تبعات صحة وأمراض مجتمع معين بحد ذاته Associated Disciplines number two ممكن يتخصص Public Health في الإبديميولوجيا علم الأمراض Statistic الأحصى Nutrition تغذية زيكم مثلا عشان هيكم ندرس هنا Nutrition and Public Health في Health Education Health Concerned Environment أو Environmental Health علوم البيئة أو صحة البيئة Population and Demography السكان والمتغيرات الديمغرافية Medical Sociology Anthropology من الاجتماع من الإثيكس هنا Health Ethics Behavioral Science Health Services Administration أو Health Administration أو Health Economics كما ماذا هي Public Health again What is Public Health Public Health Clearly includes some elements of medical practices الصحة العامة لازم هي تشمل خطوات طبية تطبيقات طبية الطب الوقائي والطب المجتمعي وتشمل العلوم الأخرى مثل التغذية والبيئة وصحة البيئة والأتروبولوجي أو عرفان علم الاجتمع الصحة العامة أعرق وأشمل من كل هاي التخصصات منفرد لأن التخصص مقيد التخصصات هاي ولكن الصحة العامة علوم أشمل من العلوم الأخرى أحنا ممكن نركز في موضوع الصحة العامة نحاول التركيز أو مجالات التركيز في الصحة العامة تحفيز الصحة والدعاية للصحة وتعزيز الصحة The process of enabling people to increase control over and improve their health So it is the process of enabling people هو الprocess اللي بيخلي الأشخاص تاخد control ويتزيد control هذا تتحكم أكتر من طريقة بأكتر من اتجاه بأكتر من قوة باتجاه تحسين صحتهم بشكل أفضل This is prevention الوقاية من الأمراض هنا The goals of medicine are embodied in the world of prevention أهداف الطبية وأهداف الطب بتكون مدلولاتها في كلمة الوقاية والوقاية هي To promote health To prevent health To restore health When it is impaired And to minimize suffering and distress Promote health نشجع الصحة Preserve health نحافظ على الصحة To restore health نرجع الصحة زي أول أو نعيد الصحة إلى ما كانت عليه When it is impaired لما تكون هنا الصحة مريضة متفككة وزي ما بقولوا مش على بعضها صحة المجتمع أو صحة الشخص And to minimize suffering and distress والتقليل بأكبر قدر ممكن من الألم والمعاناة من خلال الوقاية من الأمراض This is prevention Three levels of prevention في عندي ثلاث مستويات من الوقاية Primary prevention الوقاية الأولية It refers to those activities that are undertaken to prevent the disease and injury from occurring Primary prevention هنا بيختص أو بيدل على النشاطات اللي ممكن إتخاذها لـ Prevent the disease and injury from occurring للوقاية من المرض أو الإصابة قبل حدوثها أو مع حدوث An injury from occurring يعني ما نخليش ليش نستنى المرض يصير هاي القصد يعني قبل ما يحصل المرض بيكون فيه وقاية It works with both the individual and community عن الprevention أو primary prevention بيشتغل على المستويين المستوى المجتمعي والمستوى الشخصي It may be directed at the host such as immunization or cessation of smoking ممكن هنا نركزها ونخليها فوكس مع المستقبل أو الhost أو المستضيف هنا للمشكلة زي مثلا مشكلة المشكلة زي التطعمات التطعمات بتكون مواجهة لمن؟ للبكتيريا والفيروسات حتى نكسب الشخص مناعة ضدها or cessation of smoking أو مثلا برنامج وقف التدخين في المجتمع على المستوى المجتمعي أو حتى المستوى الشخصي or may be directed at environmental activities to reduce conditions favorable to the vector for a biological agent such as mosquito vector of malaria أو تكون إنها موجهة لصحة البيئة أو نشاطات بيئية حتى إنه نقدر نخفف قد ما نقدر عليه من الانتشار البعوض وحدوث مرض المالاريا نتيجة البعوض وبالتالي هذه الجهود اللي بتكون directed at environmental activities المشاطات هان الموجهة البيئية من ضمن the primary prevention في الثانوية secondary prevention it is early it is the early diagnosis and management to prevent complications from a disease early diagnosis اللي هو التشخيص المبكر والإدارة الصحية المبكرة management هنا ممكن تكون self management health management or society the whole population management to prevent complications from a disease حتى إنه نقدر نقي أنفسنا من مضاعفات هذه الأمراض It includes steps to isolate cases and treat or immunize contacts to prevent further epidemic outbreaks هنا بتختص هنا هاي خطوات وبتشمل خطوات لفصل وعزل هذه الحالات المصابة أو حتى علاجها أو الفكسين المخصص للأفراد يعني تطعيم هذه المجتمعات أو الجماعات حتى إني أقدر أعمل وقاية من المزيد من الإصابات ولا تصل إلى حجم الوباء الغير مسيطر عليه Tertiary prevention as the third level the three levels هنا Tertiary prevention involves activities اللي هو الوقاية الثانوية الثانوية primary secondary ثانية أو secondary هنا الثالثية أو الوقاية التأهيلية في التأهيل هنا involve activities directed at the host but also at the environment in order to promote rehabilitation شايفين هنا التأهيل أو خدمات التأهيل أو الوقاية التأهيلية هنا حتى إني أنا أعمل promotion إلها ممكن تكون موجهة للمجتمعات أو حتى للبيئة أو حتى للمجتمع بشكل خاص promote rehabilitation restoration and maintenance of a maximum function after the disease and its complications have stabilized يعني بعد مثلاً ما يجي المرض أو الجائحة زي مثلاً اللي إحنا فيه المثال هذا الآن كورونا لما أدخل الآن التertiary prevention الناس اللي تم إصابتها تحتاج إلى إعادة للحياة المجتمعية والدمج المجتمعي من جديد وتحتاج إلى تأهيل حتى إنه أنا أوصل معها the maintenance of maximum function للوظيفة القصوى من الاندماج في الحياة بعد after the disease and its complications have stabilized بعد ما المرض يكون هدي ويكون توقف عن الانتشار وتوقف خطوطه providing a wheelchair special toilet facilities doors, ramps and transportation services for patients مثلاً هنا ال paraplegics are often the most vital factors for rehabilitation يعني مثلاً لما أجيب أنا أوفر wheelchair للكراسي المتحركة والtoilet facilities special toilet facilities للحمامات الخاصة يعني إعادة تأهيل وموائمة الأماكن في البيت وفي العمل وفي الشارع لذوي الإعاقة هذه من الصعوبات والتحديات اللي بتواجه tertiary prevention شكراً شكراً لحسن الاستماع thank you very much for listening ما تنسوا مشاركات والاشتراك باليوتيوب حتى يصلكم كل ما هو جديد من المحاضرات دكتور عطرقيسي تحياتي لكم وإلى اللقاء في محاضرة أخرى إن شاء الله